اشتركوا في القناة ومشاهدنا الكرام معي الأخت الكريم اللي ستترويه معي القصة وكذلك كيف تشوف هذه الملف أختي صباح ليرزكم صبر في أخوك الأم ديالك عودت لنا القصة كيف تشوف هذه الملف وكيف تشوف هذه الفيران هذه القصة ديالخويا خصها يتكلف بها السلحة موشي وجلالة المالك لأنه خويا ضاع لينا ضاع لينا ولكن هذا الموجريم خصه يتشد موجريم خصه يتشد أخويا ما بينه وما بينها الدر يتشي حاجة غير ولاد جيران ومني هو صابق عدو صوابق خارج من عشرة سنين ديالحبس وجا خرجت الشهرين باش خرج من الحبس وجا عند أخويا وقال لي دق على ماما على الصباح أخويا بقي ناعس دق على ماما وقال لي كل مني يا كريم قلت لي دخول لولدينا مع مرآتي دخلت شرب فترة بعدها هذي نهار الخميس وفتر ومشو الخميس وكيد حكوه وكيد لعبوه ورجعوا ورجعوا من الخميس ونهار السبت مشو قلصوا القهوة أخويا قالص والأخر قالص بغى أخويا ينوض يخرج قال لي بعد الكرسي قال لي مل قهوة ديالبوك الأخر قال لي مل قهوة ديالبوك تناقشوا في قهوة صالحوهم الناس أخويا مشا يحسن الدري معرفوش فين زيد هو ورا مشا هذي الفم ديالقرعة ديالجاج وتبعوا العد الحلاق أخويا قالص هو وحد الراجل كبير قال سين جا هو بغى يداخل على أخويا باش يداخل عليه ضرب لي فكتفوا قال لي أخويا سير بدل ساعة أخرى ما تشعودنيش نطي تايا خرجتي مع الباب شفتي هكا وهكا ما بالكتاش يحد ورجعتي وطعنتي هنا في عمقه أخويا معاك ترددك السمي تبقى غادي كي يجري كي يجري يطح عند ملحانوت وهو ضربه وهرب الآن الجلقة من دار خدمته شدوه نهار رب عيام ديالخويا شدوه من يشدوه من الدول الحبس حاول يضرب ايده ورجع الدول السبعطار من الدول السبعطار وحاول يهرب حاول يهرب يعني ما علموه نشره دري رب بغي يهرب ما علموهش وليومه جابوا المحكامة يعني الملف ديالخويا اليومه وجابوا الشهود وكل شي ومنعيطوا عليه قالوا لي مراهرب السيد رهربان المعلومات اللي عندك هرب من المحكامة هرب من المحكامة هرب من المحكامة اه وش الامن مكاينش وش يعني اللي قتل يهرب وش المحكامة يعني ما فيهاش الامن بش السيد اللي قاتل يهرب وش هو ما نديرنش للميناط خاص يعني الامن تدير خدمتها يعني الخدمة هادي ديال الامن خاص خويا ياخد حقه خاصنا نناخد حق خويا اختي شكرا لك شكرا لك أخيaco يقبله هاش يعني الحراس ديالها وكل شيء وهرب رامي تقبلها سلاقل أنا كان طالب حق خويا اليوم أنا كان طالب حق خويا إلا ما خادوا لي حق خويا وتشد اليوم أنا غنعرف ما ندير وذلك الساعة نحن نولي وفهربا إن شاء الله تنتمنى والقانون يأخذ المجرد يالو أكتر أنا معاك شكرا لكم مشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا أخت صباحي يا أخت كريم المقتول عطتنا القصة كاملة وكذلك واقعة المحكامة اللي مرتكب الجرم ميلف جنائي متابع بالقتل عنده ستنطق تفصيلي عن السيد قاضي التحقيق طريقة اللي يسلك بها من سجن جابوا الحراسة ورجال أمن المسؤولين طبيعة الحال في المحكامة اللي يقدموا عند السيد قاضي التحقيق إلا أن الحيلة دياله مضفها بطريقة أخرى وقدر أنه يهرب مشاهدين الكرام هالكل متتبع لهذه الملف وكذلك النداء المسؤولي لدوي الاختصاص من أجل إيقاف حتى لا ليكون لمنحة لهذه الملف لأمور أخرى تقدم انتقام أو أمور أخرى مشاهدين الكرام القانون الجميع والكل يتجند من أجل لحد لهذه الواقعة مشاهدين الكرام مسألة الهروب من المحكامة أو السجن مسألة غريبة ما تسمعوها بزاف إلا أن الواقع اللي وقعت محكامة سطاط على ما تستفهم مشاهدين الكرام نحن نتتبع لدي ملف وسوف نوفيكم دائما بالجديد فيما يخص حيتيات هذه القضية مشاهدين الكرام سوف نرى الموضوع مع الأب الجيل الكريم المقتول تبعوا معي